مقسم أحوال تقصيدا كما نتابع نوال في أسفل الشاشة الهام 40 درجة مئوية مرتقبة بكل الولايات وزارة الصحة ذكرت في بيان لها بالإجراءات الوقائية وذكرت أن هناك موجة حر وحتى مصلحة الأرصاد الجوية ذكرت ذلك موجة حر مرتقبة بدءا من يوم غد ستشهدها أغلب المناطق الشمالية للوطنة اليوم الأجواء عالية نعم اليوم الأجواء رح تكون مشمسة لقليلة لكن البره كان بزاف سخانة نعم حرة نسبيا لكن يوم غد رح يكون هناك ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بالنسبة لظاهرة اليوم أجواء رح تكون مستقرة ومشمسة وحرة نسبيا على أغلب المناطق الغربية الوسطى حتى بالمناطق الشرقية للوطن مع تشكل صحب عابرة تكون بدون فعالية لكن الأجواء رح تكون حرة نسبيا بنسبة للمناطق الجنوبية للوطن الأجواء رح تكون غائمة ورعدية على مرتفعة الهجار والتسليحة حتى بأقسى الجنوب الجزائري وبشرق الصحراء لكن يبقى التقسى مستقر على العموم بباقي المناطق الجنوبية ريح معتدل مرتقب ظاهرة اليوم على كل المناطق الشمالية تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة لكن الرياح لن تتعدى 40 كم في الساعة على المناطق الجنوبية للوطن بالنسبة لدرجة الحرارة المرتقب ظاهرة اليوم رح تتراوح ما بين 30 و 38 درجة على كل المناطق الشمالية للوطن وما بين 34 و 42 درجة بالمناطق الجنوبية يوم غد راح تكون لميس موجة حر مرتقبة تصل حتى 42 درجات هذا بالنسبة للجزائر الوسط فيما يخص الولايات الداخلية إذن موجة حر مرتقبة يوم غد لميس على أغلب المناطق الشمالية ارتفاع محسوس أجواء صيفية ستشهد أغلب المناطق الشمالية للوطن بدءا من يوم غد هذا وسنسجي 34 درجة على الجزائر العاصمة برج بوريري جعين دفلة البليدة تيبازا وسطي ف40 درجة على عنابة بجاية البويرة طارف جيجل سكيكدا حد تيزي وزوب مردس والمسيلة و42 درجة كأعلى مقياس بمنطقة القلمة هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء حر نسبيا بدءا من يوم غد الخميس حتى يوم الجمعة القادم بعدها يعني تعود ترجع للأجواء الحلام إن شاء الله بإذننا بدءا من يوم السبت القادم سيكون هناك تراجع تفيف في درجات الحرارة القصوى بأغلب المناطق الشمالية للوطن مشاهدين الكرام كان هذا كل ما لدي لحد الساعة ترجمة نانسي قنقر